اشتركوا في القناة مريم وأستاذ أحمد وأستاذ أحمد ومريم مريم أنت اللي هتبتدي الأول أستاذ أحمد هتسمع أغنية عند سليم وترجع لنا تاني تفضل تعالي مكاني يا مريم مين اللي بيدربك تحت الضغط بقى؟ ماما مامتك هي المدير الفني جميل جداً نتطمن على الأستاذ أحمد تمام تحت الضغط ما هي اللغة الرسمية في دولة بوتسوانا؟ فنسية غلط في أي قارة يقع جبل؟ كي تو أسية صح فنان راحل كومن بيدور محسب في فيلم سراع في النيل بص ما هو ربع نصف العدد؟ ربع مية وتمانين بص ما هو ملاحن أغنية؟ عاش اللي قال للفنان عبد الحليم حافظ سيد درويش غلط ما هي الدولة العربية التي كان يحكمها؟ الحبيب بورقيبة مغرب غلط صح في مصري راحل مؤلف كتاب الطريق إلى رمضان فمن هو؟ حسنين هيكا صح ما هو اسم عملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية؟ أتا بخير صح هنشوف فرصة عيلة حسنين ترجع في المباراة عايز تعرف مريم عملت إيه ولا لأ؟ أه طيب أنا قلت تسعة أسئلة ومريم جوبت على تلت أسئلة صح مرمي صح تمام؟ تمام تحت الضغط ما هي اللغة رسمية في دولة بوتشوانا؟ الفرنسية غلط في أي قرى يقع جبل كي تو؟ أسيا صح فنان راحل قام بدور محسب في فيلم سراع في النيل فمن هو؟ عمر الشريف صح ما هو ربع نصف العدد ربعمية وتمانين؟ ستين صح ما هو ملحن أغنية عاشل آل للفنان عبدالحليم حافظ؟ باص ما هي الدولة العربية التي كان يحكمها الحبيب بورقيبة؟ جزائر غلط صح في مصري راحل مؤلف كتاب الطريق إلى رمضان فمن هو؟ محمود السعداني غلط ما هو اسم عملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية؟ باص عن أي دولة أوروبية استقلت الأوكادور في الكورن التاسع عشر الميلادي؟ كم يجابها صح؟ ثلاثة ثلاثة أنتوا الاثنين قلتوا الفرنسية وهي الإنجليزية من هو ملحن أغنية عاشل آل للفنان عبدالحليم حافظ؟ كمال الطويل لا بليخ حمدي ما هي الدولة العربية التي كان يحكمها؟ الحبيب بورقيبة المغرب والجزائر تونس بس هي إيه؟ تونس الحبيب بورقيبة تونس تمام سؤال التاسع عن أي دولة أوروبية استقلت الأوكادور في الكورن التاسع عشر الميلادي؟ اسبانيا اسبانيا بالزبط كده كلها نحايا أستاذ أحمد ومريم مريم وأستاذ أحمد تفضل النتيجة اتغيرت ومريم قدرت تحافظ على فرق السكور تمام أستاذ أحمد كنته كام؟ 20 و3 إجابات صح بقيته 35 مريم كنته كام؟ 110 110 و3 إجابات صح بقيته 125 مشكلة بقى إنهم لو كسبوا ضربات الجزاء المباراة حسمت فإنتوا شدوا حيلكوا أنا هشجحوا وإحنا كمان شدوا حيلكوا عشان تكسبوا ضربات الجزاء نفانا ودلوقتي مع الفقرة الخمسة فقرة ضربات الجزاء ضربات جزاء 25 نقطة لعيلة واحدة بس وأول اتنين محمد وملك ملك ومحمد اتفضلوا وحنشوف الهدف الأول لصالح مين بص بقى محمد انت هتكتب تماماً وانت كمان هتكتب يا ملك مين هكتب معاك مريم ومريم اتفاقنا؟ تماماً ما تبصيش عاراك عاو ما تبصيش عاراك مريم ان المعالج النفسي شخصي بيقدر يهتم بمشاعر الناس التانية فداش المفروض ان احنا كلنا النميين ان كل واحد يخاف على مشاعر الانسان اللي قدامه فعشان كده انا حبيت اكون معالج نفسي عشان اقدر اساعد الناس كده انت يا أخوكي بتفكروا في مساعدة الناس ودي حاجة جميلة اكيد مش هتتويلدوا بيها كده اكيد باباكي وممتك بيخلوكوا تفكروا كده كمان فانا بحييكم شراحة يعني ان ولادكم الاتنين بيفكروا ازاي يساعدوا الناس محمد هتكتب ملك هتكتبي السؤال الاول مين اول حد مريم هتكلمه او هتكلمها علشان تقولها نتيجة المباراة مريم هتكلم مين اول حد صحبتها قربتها قربها مين انا عرفت كده مريم حسنين هتكلمي مين خالته محمد رأيه ان انت ستتكلمي ايمان ايمان صحبتك طبعا مريم حبيبة صحبتك ايوا فعلا هتكلم حبيبة طبعا الهدف الاول لملك ومريم هاردك يا محمد هاردك تفضلوا سؤال الثاني الاستاذ احمد والاستاذ اسلام الاستاذ اسلام والاستاذ احمد هدف بلا مقابل محتاج تتعادل ما شاء الله سؤال الثاني فنون من هي الفنانة التي قامت بدور امال في فيلم رسالة من امرأة مجهولة مين بقى اعتقد شاتن حمام ايجا بخاطئة ده ده بطولة مين فريد اللطرش ماري مونيب امينة رزق وفاخر فاخر من اخراج صلاح بوصيف مين بقى يا ترى اقولك اسمعها السؤال اللي جاي مهم جدا ليه بقى لو مدام هند جاوبة صح المشكلة انها رجعت بالخمسة وعشرين نقطة مين السؤال الثالث كغرافيا في اي دول شمال افريقيا يقع جبل الرفاعة ارتفاع الجبل حوالي 2112 متر من اعلى جبال الدولة دي فين بقى ليبيا ليبيا اجابة خاطئة ليبيا خرجت برا مغرب دوس على البازر مرد ايه البلد اللي ما بين ليبيا والمغرب تونس الجزائر والله ماشي خبرافيا انا بحث على الأول وقتلت الجزائر مدام نفيسة اجابة خاطئة في ولاية باتنة بالجزائر هاردك تفضله ماريام ماريام وماريام بص يا ماريام ما عنديكيش اختيار غير انك تتعدلي الفن بقى في الإجابة في السؤال ده انك تختفي البازر السؤال ما الصعب انا بحاول اشكاهم عايشوا مرجعها تاني في المباراة ان شاء الله ربنا يوفق السؤال الرابع معلومات عامة ما هي الدولة الاسيوية الاعلى انتاجا للشاي في العالم حاولت تختفي البازر وفرقت على زانيا عام 2021 السين؟ السين بتنتج حوالي اتنين وتمانية من عشرة مليون تن أربعين في المية من انتاج العالم طبعا يا ماريام هاردك هاردك هدف التاني هاردك يا ماريام حسنين ماريام الدسوقي خطفت الهدف التاني بخمسة وعشرين نقطة وحسمة اللقاء ألف أبروك لعيلة الدسوقي اتأهلتوا الدور الستاشر وهاردك لعيلة حسنين وان شاء الله بإذن الله نشوفكم في الموسم اللي جاي تكونوا استعديتوا أكثر ان شاء الله ونطلع من رهبة الاستوديا محمد صحة ولا غلط صحة هاردك لعيلة حسنين هنخرج فاصل وحنرجع مرة تانية مع آخر فقرة فقرة عجرة الحظ والعبها قراء وبكده عائلات مصر جمعت خمسة وخمسين نقطة بفقرة تحت الضغط وضربات الجزاء وكل نقطة بخمسمية جنيه بما يساوي سبعة وعشرين ألف وخمسمية جنيه ويبقى رصيد لحد دلوقتي اتنين وتسعين ألف وخمسمية جنيه فخزنة البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر